سر العصير السحري للسرجاع الشباب النشاط والحيوية وفوائد سوف تبهرك هل تعلم ماذا يحدث لجسمك اذ اكلت الافوكادو مع هذه المكونات نصائح ومعلومات لأول مرة ستسمعها وستصبح مدمنا على اكل الافوكادو او شرب الافوكادو بهذه الطريقة السحرية التي تحميك من مجموعة من الامراض سنتعرف عليها من خلال هذه الحلقة التي ستجمعنا اول شيء اكل الافوكادو غني بالبوتاسيوم والفيتامين اه والدهون الصحية التي تعمل هذه التركيبة على ترطيب البشرة خاصة بالنسبة للنساء علاج حب شباب وكذلك تقلل الاجزيمة في اللحية عند الرجال يساعد اكل الافوكادو بانتظام على سرعة وشفاء الجروح دهون الافوكادو ليست دهون مدرة للجسم انما بالعكس هي دهون تحارب الالتهابات في الجسم خاصة خاصة عند من يعانون من مشكل تسلب الشرعين الافوكادو من الاطعمة النباتية الغنية بالكوليسترول الجيد الطارد للكوليسترول الدار مغديات الافوكادو تحسن صحة العيون لهذا نصحكم باخذ نصف حبة ووضعها في آلة الطحن دهون الافوكادو تعالج الامساك وتحسن الهدم اضافة الى هذا انها تعمل على تسخين الجسم بشكل سحري وتقوي كذلك المناعة تعطيك الشعور بالشبع اذ كنت من الرياضيين الذين يبحثون عن بروتينات طبيعية او تدخيم العضلات بشكل طبيعي اضافة البروتينات التي تأخذها فما عليك الا باعتماد هذه الوصفة بعد التمرين الرياضية هنا سنحتاج كما تشاهدون معي ملعقة كبيرة من حبوب الشياء والوصفة مهدات لمن يمارسون الرياضة او حمل الاتقال نقوم بطحنها بهذا الشكل مع القليل من اليانسيون كما ستشاهدون نقوم بعملية الطحن الجيد وهي جد مهمة خاصة في فترة الصيام او فترة رمضان ويعتبر من احسن العصائر والمشروبات التي ممكن ان تهتمد عليها بعد ذلك سنحتاج الى خلط كهربائي نضع فيه هذه المكونات اضيف كذلك سبع حبات من اللوز ونضيف الى العصير او الخليط ملعقة صغيرة من الاعشاب التي قمنا بطحنها او تحذيرها مسبقا واضافة الاسحابات من الجوز هذه الكمية كافية لحل جميع المشاكل التي تتعلق بالتعب الاجهاد والارهاق وكذلك مسخن طبيعي للجسم ومقوي له يعطي قوة الفحصان للقيام بالاعمال اليومية وكذلك تحمل المسؤوليات نقوم بتحن الخليط بعد ذلك كما تشاهدوا الماء حصلنا على عصير طبيعي نتناوله في الصباح الباكر او في المساء بصحة والراحة